اكد سعارة سيد نبيل بن عقوب الحمر مسشار جلالة الملك لشؤون الاعلام ان جائحة فيروس كورونا اضفت مسارات جديدة غيرت وجه العالم وان التحولات في عالم اليوم لم تعد عسكرية او سياسية بحتة وانما باتت تأخذ طابعا اقتصاديا اجتماعيا واعلاميا بالدرجة الاولى وهو ما يضع العرب امام تحديات كبيرة تتطلب امعان التفكير في الوضع العربي الراهن نعم ورأى الحمر خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الندوة الثالثة لمنتدى اصيلة الثاني والاربعين التي عقدت في مدينة اصيلة في المملكة المغربية الشقيقة حول موضوع العرب والتحولات الاقليمية والدولية الجديدة العروبة الى اين انه رغم ما تشده الساحة العربية اليوم من حروب داخلية واقتتال بين الاخوة وغزو خارجي وعبث اقليمي ودولي واعتداءات يومية متكررة على الدول العربية الا ان هناك في الوقت ذاته بذور تحولات عربية ايجابية وبوادر انفراج في الوضع مستشهدا على ذلك بان الانسان العربي اصبح اكثر وعيا وادراكا للمؤامرات التي تحاك واصبح اكثر تشبثا بعروبته والقى مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام الكلمة الرئيسية في الندوة حيث استعاد خلالها ابرز المراحل التي مر منها التيار القومي العروبي منذ بداية القرن حتى الوقت الحاضر مشيرا الى انه تاريخ طويل من التبلور والحلم القومي العربي